هل هي الخلفات التي حالت دون انتهاء جولة الحوار السورية السورية حول لجنة صياغة دستور أم أن الاستفادة في الحوار والتفاصيل دفعت المشاركين إلى جولة جديدة المباحثات التي جرت أمس في جناف بين وفدي المعارضة ونظام الأسد بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني شابها خلفات دفعت بوفد النظام إلى المغادرة حسب ما أفادت مصادر في وفد المعارضة المشارك ما الذي حققته هذه المحادثات وما الذي بقي علقا في غياب التوافقات بين القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الأزمة السورية تتوالى جوالات التفاوض حول سياغة الدستور السوري وتنتهي جميعها من دون تحقيق تقدم جوهري وتكتفي اللجنة الدستورية بالاتفاق على عقد جولة أخرى سيناريو تكرر عند اختتام الجولة الرابعة في جناف مع تحديد موعد للتفاوض في الخامس والعشرين من يناير المقبل لم يخفي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون اختلاف وجهات النظر بين المشاركين رغم وجود أرضية مشتركة بشأن بعض القضايا وأعرب عن تفاؤله بالتوصل لأول مرة إلى اتفاق بشأن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور دستور سوري جديد شكلت أمم المتحدة لكتابته لجنة دستورية خاصة بسوريا ضمن مسار العملية السياسية وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثل منظمات المجتمع المدني المتابعون للملف السوري يقولون إن فشل المفاوضات يعود لضغوط تمارسها القوى المتصارعة في سوريا على المعارضة والنظام ويربط آخرون نجاح اللجنة الدستورية بضرورة حلحلة القضية الكردية شمال شرقي سوريا وحل عقدة محافظة إدلب على خط موازن أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جوال ريبورن بعد زيارة لتركيا ومصر أن واشنطن ستواصل الضغط على نظام الأسد وحلفائه من خلال قانون قيصر وعقوبات أخرى للوصول إلى حل سياسي وعند لقائه رئيس الائتلاف الوطن السوري نصر الحريري جدد المبعوث الأمريكي التزام واشنطن بدعم تطلعات السوريين في الحرية والانتقال الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفد المعارضة ووفد النظام ظهرت بعض الاختلافات هل ذلك إغراق في التفاصيل أم أن وفد النظام يبحث عن إضاعة للوقت للمزيد من التعليق على هذا الملف ينضم إلينا من لندن المعارض السوري فايز سارة أهلا ومرحبا بك سيد فايز علقت تحديدا على مسألة إثارة ملف اللاجئين قبل يوم واحد لماذا برأيك طرح وفد النظام هذا النقاش؟ يعني أنا أعتقد أنه مثل العادة إحنا شايفين وعايشنا على مدر الجولات السابقة فكرة إغراق وفد المعارضة ووفد المجتمع المدني بل إلبس كل مساعي الهيئة الدستورية أو اللجنة الدستورية يعني إغراقها في التفاصيل غالبا هي من خارج الاهتمام يعني بالفعل علينا أن نسأل إحنا ما معنى إثارة موضوع اللاجئين الآن في اجتماعات اللجنة الدستورية هذا الموضوع لا يتصل مباشرة بعمل اللجنة الدستورية وإنما هو محاولة لملء الفراغ، لملء الوقت، لملء الجهد الموجود باللجنة الدستورية بشيء خارج الموضوع بالتالي إضاءة الوقت أو تمريره على الأقل هذا هو المحتوى الأساسي الذي يسعى النظام دائما لتطبيقه ليس فقط في اجتماعات اللجنة الدستورية وهذا ليس جديد حتى في موضوع إجتماعات جينيف التي تمت برعاية الأمم المتحدة في السنوات الماضية يعني منذ العام 2014 وحتى الآن كل الاجتماعات كانت فيها إغراق بتفاصيل ونقاط خارج الموضوع من أجل تمرير الوقت نحن ينبغي أن يكون وينبغي أن تكون بالفعل وجهة نظر المعارضة رغم أن كثيرين من وفودها الموجودة داخل اللجنة الدستورية وداخل الهيئة العليا المفاوضات لا تؤمن بأن هذا المسار يمكن أن ينتج تسوية فعالة وسياسية ومكتمدة للقضية السورية لكنها ينبغي أن تكون حاسمة في مسألة إضاعة الوقت تمرير الوقت لكن سيد فايز أيضاً وفد المعارضة يرى أن هذا هو أولويته خلال هذه المرحلة وأن الاتفاق على الدستور هو الذي سيحل الكثير من المشكلات إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي أيضاً؟ يعني أنا أعتقد أن المعارضة للأسف الشديد بفعل الإرادة الدولية التي عبرت عنها المساعي على الأقل خلال العامين الأخيرين لم تترك مجال آخر أو لم تفتح مسار آخر لوفد المعارضة ليكون فاعل ومؤثر فيه نحن لدينا قرارات دولية هذه القرارات تفتح مسار آخر وهو تشكيل هيئة الحكم الانتقالي تشكيل هيئة الحكم الانتقالي هي ما ينبغي أن نبدأ به ليس أن نبدأ قبلها نبدأ من تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ثم ننتقل إلى التطبيقات التالية دستور وانتخابات وإجراء تغييرات تالية وحتى قبل أن نبدأ بهيئة الحكم الانتقالي ينبغي أن ننتبه إلى منصة عليه إجراءات بناء الثقة هذه هي أنه يقدم النظام تقدم الوفود المختلفة في إطار هذه التشاركية تشاركية السعي إلى الحل السياسي بالنسبة للأضياء السورية أن تقدم خطوات تطمينية من هذه الخطوات القول بإطلاق المعتقلين أين أصبحت قضية المعتقلين لا أحد يحرك هذه القضية بل أن حتى المبعوث الدولي اليوم لا يتكلم تقريبا لا يتكلم أبدا في موضوع المعتقلين وهذه قضية أعتقد أنها مهمة حتى في موضوع اللاجئين الذي يقول يعني يقول يعني النظام أنه يسعى لحلها نحن كلنا نعرف أن هذا الحل الذي يسعى إليه النظام وهذا الجهد الذي يتشارك فيه مع الروس بصدد قضية اللاجئين ليس هدفه اللاجئين وإنما هدفه الأبعد هو الانتقال نحو إعادة الأعمار بمعنى خلق بيئة دولية أننا نحاول أن نعالج المشاكل كلها ينبغي أن تذهبوا معنا إلى إعادة الأعمار هذه الجولة من التفاوض بشأن اللجنة الدستورية تزامنت كذلك مع تحركات كثيرة هنا في الولايات المتحدة انتخابات وكذلك مواقف من المرشح لوزارات الخارجية وتغييرات في فريق ترامب المتعلق بسوريا وتحركات من دول عربية بشأن سوريا كل هذا كيف يؤثر على عمل اللجنة وعلى التحركات في الملف السوري أنا أعتقد أن اليوم فعلا إحنا كل ياتنا ليس فقط السوريين المعارضة والنظام والناس اللي ليس داخلين بفاعلية ونشاط في الموضوع السوري وحتى الدول الإقليمية والدول العربية بل القوى الدولية الكبرى مثل الاتحاد أوروبي أو روسيا أو الصين كل ياتها الآن تجلس وتترقب ما الذي ستأتي به نتائج الانتخابات الأمريكية على صعيد الملف السوري وأعتقد أن هذا الأمر مهم ومهم للغاية كل الدلائل الآن تشير إلى أن تغييرات مهمة عندما سئل جويل بايدن على أنه هل هو استمرار أو ولاية ثالثة لرئاسة أوباما قال لا إنها تجربته تجربته وهذا إذا أضيفت لها فكرة التسنيات التي اتصلت بموقع وزير الخارجية مدير السي آي إي المستشارين حتى السفير السوري السفير الأمريكي لدى القضية السورية أو الممثل الأمريكي في القضية السورية كلها تشير إلى تغيير مختلف هذه التغييرات قد تشمل أن يكون الأسد أن لا يكون الأسد في السلطة يوما ما خلال سنوات مقبلة يعني أنا أعتقد الشراء تقول أنه ينبغي أن لا يكون في أقرب وقت ممكن لكن طالما أنه عودتنا السياسة الأمريكية أن ننتظر الفعل وليس القول من الحق أن أقول أننا علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيفعله جو بايدن وما الذي سوف تفعله إدارته أنا شخصيا أعتقد أنه أنا للولايات المتحدة الأمريكية وأنا للسياسة الأمريكية أن تكون قوة حاسمة في الملف السوري هذا الملف الذي يستطيع شكل هذا الحسم سيد فايز الذي توقعه وتريده ما شكل هذا الحسم الذي تنتظره نعم يعني أنا أعتقد على الأقل على الأقل الآن أن تكون هناك فاعلية أمريكية في إيقاف هذه المهزلة التي تجعل هناك استطالة كبيرة للمفاوضات اللجنة الدستورية بدون جدوى يعني مثلا القول بأننا أمام وقت مفتوح للدستور هذا يعني أنه أن الانتخابات أن انتخابات رئيس النظام إعادة انتخاب بشار الأسد التي يمكن أن تتم خلال النصف الأول من 2021 يمكن أن تأتي قبل أن ينجز الدستور وبالتالي تأتي استنادا لدستور 2012 وهذا يعني أن أمام السوريين جولة أخرى لسنوات ينبغي أن تقيد إذا كانت ستبقى للجنة الدستورية أن تقيد نتائجها أن يوضع لها جدوى الزمن واضح وأن تكون مثلا خلال شهر أو شهرين من النقاش ليقال أن هناك دستور وهذا الدستور هو الذي تستند إليه هذا الدستور سيد فايز كيف سيتعامل مع تواجد قوى مختلفة تسيطر على مناطق متعددة من الداخل السوري والعديد من اللاجئين في الخارج كيف سيتعامل كتاب الدستور والمتنقشون الآن مع هذا يعني أنا أعتقد أن الدستور هو في النهاية أكبر بكثير من مجرد الوقاعة الموجودة بل أنه يمكن أن يتم بواسطة الأطراف المتدخلة الآن طالما أن الدستور هو نتيجة اتفاقات اتفاق دولي أن تتجاوب هذه الأطراف مباشرة مع مقتضيات الدستور وبالتالي ينبغي أن تفسح المجال من أجل إتمام المراحل التالية في عملية التسوية والحل السياسي في سوريا بمعنى أن روسيا ينبغي أن تذهب بهذا الاتجاه وإيران أيضا إضافة للنظام وهن القوى الأساسية التي ما زالت منذ عشر سنوات تعيق حل القضية السورية على الأقل فيما هو معلن بقية الأطراف دائما كانت تقول الأطراف العربية والإقليمية والدولية الأخرى المتدخلة في القضية السورية كانت تقول دائما أن هدفنا هو الحل السياسي والوصول إلى وضع حد للقضية السورية يعيد الشعب السوري إلى حياته ويعيد المستقبل السوري إلى مستقبله شكرا المعارضة السورية فيسر من لندن شكرا جزيلا لك المترجم للقضية